أنا بس عايز أجيب لك معايا أحد أهم الشخصيات اللي كل جماهير النادي الأهلي عايز يسمحها دلوقتي وهو الدكتور أحمد أبو عبلا وحكمل مع حضرتك تانية كابتن إسلام بقية الأخبار الخاصة بالفرقة وخصوصاً إحنا عايزين نلحقه قبل ما ينام بقى الرجل عنده تحضيرات كتير ويعني أمور مهمة جداً يا دكتور أحمد ازايك أخبارك ازايك أمير عاملية ربناك رمك أمير دعنا على البرشرة في البداية يعني الحديث في الشارع الرياضي الأهلاوي ومصري بشكل عام عن الإصابات وظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي فأنا مش عارفة أبتدي معاك بمين بصراحة للأسف الشديد عندنا إصابات كتير جداً جداً لكن خليم يبتدي باللي موجودين هنا معانا في البعثة حسام حسن آخر الجديد إيه؟ آخر التطورات بالنسبة له إيه؟ خصوصاً تقريباً هو المهاجم الوحيد بالنسبة لنادي الأهلي في هذه البطولة هل منه ممكن أن يلحق المباراة ولا في صعوبة؟ محمد محمود كذلك من برضو من العناصر المصابة آخر التطورات بالنسبة له؟ يعني هو في البداية أميراً عايزة أبعد بس تحياتي كده للكابتن إسلام والكابتن مسام حسني ومسي عليهم وقلهم يعني دعواتك وبقالينا والله يبص إحنا موقفنا للطب يعني الحمد لله على كل حال طبعاً إن الإصابات دي هات حاجات قدرية يعني في حاجات كتير جداً في أشلي اللي نقد فيها إصاباتنا الفترة دي هات كتير شوية عندنا يعني عشر مصابين تقريباً ممكن بعد رجوع محمد محمود مبارح للتدريبات ونهار دا الحمد لله بقى أحسن كتير وبتمرن بحرية أكتر فيبو نول تسعة حسام حسن أموره الحمد لله ماشية كويسة يعني إحنا بدأنا مع حاجات تأهلية برضو بقوة شوية أكتر النهاردة بعنف شوية أكتر النهاردة الاستجابة لبتاعة العضلة التسمانة عنده كانت الحمد لله كويسة جداً يعني هيلحق مش هيلحق إحنا ماشيين بقى يوم بيوم بس بنحاول يعني بنحاول إن إحنا نجهزه بنحاول إن إحنا نجهزه وهو مش كويس يعني أحسن من اللي إحنا متوقعينه كمان فإن شاء الله يا رب إن شاء الله إحنا بنحاول ما فيش تأكيدات مننا للجهاز الفني لغاية دلوقتي إنه حسام هيكون جهاز مياه في المية إحنا قيل لهم الكلام ده وإحنا جايين وطبعاً كل الخطط البديلة لازم بتكون حطنا آه في أوقات بيبقى إحنا محتاجين نضغط شوية البرامج بتاعتنا بيبقى إحنا نسرع البرامج بتاعتنا التوبية على حسب زي ماهل الريسك بنيفت ريشو يعني أنا أنا ممكن أخطر قدقيه عشان أخط فايدة قدقيه الحمد لله إحنا لغاية الوقت ماشي معهم بدون أي مخاطرة خالص أمور همشك كويسة جداً فيا رب يا رب حسام يلحي إن شاء الله دعوتكم معنا يا رب بإذن الله محمد متجاهز يعتبر جاهز وممكن يكون موجود محمد جاهز الحمد لله محمد طيب فيما يتعلق بدر بنون نهاردة شفناه وجيه ظهر الفرقة وفي المعسكر وكان حريص جداً أن هو يساند الفريق في طول الكاسر عمل أندي آخر التطورات الخاصة بحالة بدر بنون وهل فيه موعد محدد لعودته للمشاركة في التدريبات بص يا مير يعني هو موضوع بدر مش عايزينه الموضوع يعني أثير فيه كلام كتير جداً أثير فيه حاجات جدلية كتير جداً إحنا جات لنا جات لنا الكورونا وجاب معاها برضو حاجات كتيرة في العلم إحنا ما كانت شي موجودة مرض جديد وليه تابعات جديدة إحنا مش عارفين هي إيه بالظبط إحنا مش عارفين هيبقى التعامل مع عامل إزاي بالظبط يعني اللي كان عند بدر علشان خطر نبق إحنا واضحين في الكلام بتاعنا مع أي التهاب فيروسي بيحصل بعض الالتهابات في بعض الأعضاء في الجسم ومن الأعضاء دي ساعة يحصل بعض الالتهاب في الرئة ساعة يحصل بعض الالتهاب في الجسم في السفرح والالتهاب والالتهاب Но تصيد какой كان بصير الكrécia في عضلة القلب وamam mindedاء متن time ب accent من mitad ب perm결 في الرئة والشعب الهوائي ولكن تحمل عضلة القلب ليس أم بصير مرض جديد فيolic طب الرياضي دي حاجة كانت موجودة قبل كده ولكن كان بيتم تشخصها بالأعراض إنه يبقى فيه أعراض ضربة قلب سريعة فيها مشاكل في التنفس فيه صعوبة في الأداء البدني وديتها اللي كانت بتخلي الناس تشخصها لأنه زي ما قلت لك هي بتيجي مع أي التهاب فيروسي ممكن وقت دي يحصل مع زيادة أعداد الالتهابات الفيروسية بعد موضوع كورونا فبقى عدد الحالات دي زياد شوية فبقى فيه إجراءات احترازية أو إجراءات احتياطية بنعملها بعد رجوع الناس لموضوع التنفس والقلب والرئة والحاجات دي حاجة اسمها اللي هي البوست كوفيد بروتكول إن احنا بنعملهم بعض الأشعاعات علشان خطر نكتشف أي مضاعفات للمرض ده فبقى اكتشافنا الحاجات دي بقت أعلى شوية وفعلا زي ما احنا شايفين إنه بقى الموضوع مش عندنا بس لقى فيه حالات في الدوري الألماني فيه حاجات في الدوري الإنجليزي بدأنا نسمع عنها فيه حالات تانية مشابهة كانت موجودة في أم أفريقيا وتم استبعادهم فيه بس سؤالين دولت يعني لزميلنا في الجزء بتاع طب الرياضي وللناس حتى عموما للناس في الأول إن هل المشكلة دي هل المشكلة دي بتسيب أي أثر بعد كده لا خالص خالص ملاش أي تأثير ولا ليها أي أثر على اللونجران أو على المدى البعيد السؤال الثاني طيب إحنا نخاف ونقلق يعني الناس نفسها اللي هي ما بتعملش بقى الفحوصات دي تنقلق جامد بقى ونخاف وإنا ممكن يكون عندي حاجة وفيه مشكلة كبيرة طالما ما فيش أعراض طالما ما فيش أعراض نسبة القلق والخف اللي هي العادية اللي هي كانت موجودة قبل كامل فمش عايزين الناس تقلق خالص مش عايزين الناس تخاف خالص إحنا بس نحن نأخذ إجراءات احتياطية بزيادة شوية لأن الوضع مش واضح مية في المية لغاية دلوقتي فبنبقى أخدام بالأحوض شوية طبعا بدر جالنا النهاردة هو كان عمل بعض الفحوصات في الكاميرون وتعرضت على يعني أساتذة القلب عندنا وتعرضت على أساتذة القلب في المغرب وفي الكاميرون اللي كانوا موجودين هناك وكان رأيهم أن لا يعني بلاش أي نوع من أحاة سلبية آه بلاش أي نوع من أنواع النشاط البدني دلوقتي رح سلبية لغاية لما الموضوع يبقى كويس طبعا إحنا هنبدأ برضو مع حاجات تارية هنعمل له فحوصات تانية في استشارتها تتم لبعض الخبراء العالميين في الموضوع ده بحيث أن إحنا نبقى بس متوقفين هل المدة هتكون قد إيه بالزبط التوقع التوقع المبدئي أن إحنا بنتكلم في شهر ونص بدر دلوقتي عدى الشهر فيارب إن شاء الله بإذن الله يبقى هي نفس المدة ديت وإن شاء الله يرجع كويس بإذن الله إن شاء الله بدر طبعا عنصر من العناصر المهمة والأساسية جدا بالنسبة لنادي الأهلي لكن عايز أتكلم برضو على لاعب زعل عليه جمير نادي الأهلي لأنهم كانوا بيعقدوا عليه أمال كبيرة جدا وهو بيرسيتاو في مونديال الأندية بيرسيتاو ظروف إصابته بيرسيتاو 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 غالبا مشاكل عضلة ما بتجي في الناحية اليمين ولكن يعني ده اللي حصل في الإصابة تعالى آآ آآ طبعا خطرات الرحة بعد كورونا إن هو ما بيتمرنشه وبعد كده يرجع للتمرين تاني آآ ليها عامل إن يكون فيه إصابات تبقى زيادة شوية آآ طبعا آآ طبعا زي أي حد الرجع من إصابة ممكن يحصل له إصابة تاني ده وارد جدا احتمالية الإصابة تبقى عالية شوية آآ آآ ده الجزء الجزء الثاني حاجة قردارية برضو يعني إحنا ملناش شاد فيها إن هو يعني إصابة زي أي إصابة يعني ولكن لو قلنا هل ليها سبب واضح يعني لا ملهاش سبب واضح ممكن يكون من الحاجات اللي علت احتمالية الإصابة إنها تحصل فترة الرحة طبعا اللي هو كان فيها آآ لا يعني ما ما خدش فترات رحة زيادة ولا حاجة إحنا كنا راجعين من من كورونا وكان يعني وكان فيه صفر برضو وكان فيه حاجات زي كده فما كانش ينفع أنه يدخل تدريبات بكل بكل اجتهاد أو بكل يعني فول باور زي ما بقولوا من أول تمرين يعني فكان فيه تجهزات لي في الجيم وكان فيه حاجات بيعملها قبل ما ينزل التمرين ما كانش راح حصل بي 100% بعد ما رجع من كورونا يعني طيب أخيرا عشان برضو يعني لو فيه أي أسئلة عند الكابتر الإسلام أو الكابتر الإسلام أخيرا عايز أقلك على الشيناوي وتتواصلك مع عناصر نادي الأهلي في منتخب مصر الشيناوي أخير التطورات بخصوص حالته إيه حمدي فاتحي بتتواصل معه الأمور ما شاء زي والله في البداية أنا أحب أشكر الجهاز الطب في المنتخب يعني عاملين شغل كواس جدا مع العيبة بتاعتنا ويعني ربنا يقويهم في المهمة برضو بتاعتهم زينا بالضبط شيناوي كان حس بالقلم اللي حس به في العضلة الخلفية العضلة الخلفية ديت أجزاء كتير يعني العضلة الخلفية مش عضلة واحدة هي بتتكون من ثلاث عضلات الجزء اللي حصل فيه الإصابة الأخيرة ديت لأ جزء تاني خالص غير الجزء اللي كان فيه الإصابة في الأول ولكن برضو الحمل البدني يعني اللي بيحصل مع الحمل البدني على فكرة مش هو العامل الأساسي في الإصابات كمان الحمل الزهني يعني الحمل النفسي توالي بطولات وتوالي مسئوليات وتوالي مباراة مهمة وضغوطات كل دي ممكن تخلي احتملت الإصابة أنها تكون عالية شوية تواصلنا مع الدكتور محمد أولعيلة رئيس الجهاز الطب في المنتخب كانوا عملوا الأشعاعات يعني هو يطمني تماما إن شاء الله بإذن الله يتخذ مع القرارات السليمة سواء بقى في الرجوع للملعب سواء بداية مرحلة التأهيل وإحنا وصخين طبعا في كل الشغلة اللي بيتعملوا يا رب إن شاء الله يوصلوا بي لأنه يرجع الملعب تاني بكل كفاءة بإذن الله لا يوجد مدة محددة لا حتى الآن ما فيش مدة محددة دكتور رحمة بشكرك شكرا جزيلا تعبناك معنا بس كان مهمة قوي الجمهور نادي الأهلي يعرف من خلالك كل الأخبار بتتعلق بالفريق وبالمصابين ده أمر مهم جدا بشكرك شكرا جزيلا عفوان يا مير عفوان طبعا كابتن إسلام كابتن أسامة دكتور رحمة ده أبو عبلة أكيد يعني بيقوم بمجهود عظيم جدا أكيد ده برضو أنتوا عارفين الكلام ده وعلى دراية بشكل كبير جدا بالمجهود اللي بيبذل بخصوص الإصابات والكلام من ده وخصوصا ده ملف شائك ده أمش عايز أقول شائك يعني الناس دايما بتتكلم فيه رغم إن كان فيه فترات كبيرة مفهاش إصابات في النادي الأهلي ودي حاجة تحسب لهم بشكل كبير سواء جهاز طبي أو جهاز يعني خاص بالأحمال التدريبية